السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد هنشاركي معكم طريقتي بتحضير المفلق ولا هالربل هو كيكون من القمح الكامل اه صار حكي يجي زوين والديد هنتم كيفما كتشوفوا معي انا رادير الحنى درسال الوالدة دياليف بمناسبة دلعواجر دي العيد الكبير اللي عندهم ميمتويتها الله فيها وراروضات الوالدين مهم مهم معالينا هنا ينكمل معكم بالنسبة للمفلق هنتم مراه كتنقي وليلا كان فيه شي حجر ولا شي حاجة كتنقيوهم زيان اه وخصوصا اه هذا اللي كنتستعمل اللي كتكون الحبا ديالو كامل لكن ذاك اللي كيكون مهرس هادك ما كيجيش زوين في 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 تحضير ديالو خصوصا هالطريقة اللي غالينستعمل هادك كيجي بحال شكل حريرة ولا سوب يعني ماشي بحال هادا اللي كيجي الحبا ديالو كتجي تبارك الله زوينا انا من بعد غالين نقيهم زيان حتى نشوفوا ليك ما يكون في شي حجراء ولا شي حاجة لانا ضروري خصوصا انا ممكن شريوهم المحالات اللي اللي كيبيعوهم بالكيلو هنا عندي ميتين وخمسين كرام خديت ميتين وخمسين كرام ديال هالربل ولا المفلق غالين نقيه كيف ما شوتوا معايا مزيان حتى نتأكد ان ما فيه حتى حجراء ولا شي حاجة من بعد غالينغسلوه بالمام زيان برتحيد منو الغبرة ولا ايلا كنت فيه شي حاجة مثلا شي طاو ولا شي حاجة طلعة كتطلع ليه في المام الفق غنغسلوه ومن بعد غالينصفيه غنغسلوه مزيان وغالينصفيه اه نغني نوريكم شكل ديالو من بعد مما صفيتو هانتو ما ما كيترالو حتى حاجة من بعد غالينديرو في الكوكوت غالينديرو فيها وغالينضيف له الملح وزيت الزيتون يعني هذه هي الطريقة الاولية باش كتستعملوه يعني كنديرو المفلق ميتين وخمسين جرام كنضيف له الملح كنضيف له زيت الزيتون وبنسبة للطريقة الاولية كيفاش غالينخدموه ان انا غالينخليوه ليلة كاملة يعني غالينشعلو عليه البوتا مدد عشرة ديال دقايق عافية تكون متوسطة كنخليها عشرة دقايق حتي كتصفر لي الكوكوت مني كتصفر كنخليها عشرة دقايق من بعد ان نطفع عليها بالنسبة للماء هاناوريتكم القياس ديال ما يعني ما كنتوصولوشي للدين 250 قرام كافية قياس ديال الماء كافي انها طيف فيه كيفما اكتلكم هان غالينننتفكر للكوكوت غالينخليها عشرة دقايق غالينطفع عليها وغamanخليها ليلة كاملة من بعد اليلة كاملة غاتحصلوه على هذه النتيجة يعني كيشرب دك الماء بعض الحلوب خции يتنفخ و يجي على هذا الشكل هنا نوعية لحسب النوعية للمفلق هي النوعية اللي تشربلك كله بالنسبة هناي سنستعمل الحليب سنستعمل الحليب العادي وسنستعمل الحليب المجفف بالنسبة للمركة ستعملوا اي مركة الحليب المجفف و اي مركة دي الحليب المهم عندي اطر من 250 جرام المفلق تحتاج اطر الحليب زائد جوج معرق كبار الحليب المجفف من بعد انا الصباح من الصبح اشعلت على الكوكوت ديالي لانا كان باقي فيها شوية دلماء ضفت ليها نصف كمية الحليب يعني نصف اطر الحليب ضفت ليها كمية باش تشربه المفلق يطيب فيه ومن بعد نصف الكيمية الاخرى سنضيفها من بعد التعددية من بعد ان لا يغلب عندي.. لنتعلم من الصف الشعائع ان نظيف لها نصف الكيمية الاخرى اصبح نزيد حليب ail ollut كبير لنضيف بالحليب العرق المجفف والخلط مالجا بذاري نضيفو الكوكوت ديالنا اه انا خلطوه هنا ايا لانا خلطوه مع الحليب وكي الناس اللي كي خلطوه مع الماء انا كن نفضل انا ننخلطوه مع الحليب هاكدا كي يعطي لديك كي يجي لديد كتر بهالطريقة كن نضيفو تاني الكوكوت كيف ما شفته غالي نحرك مزيان وفي نفس الوقت انا كن حرك وما بعد كتبقا كتغلع باش غالي تعرفوا وانا نفلق ديالكم صفي وجد يعني كيختار كيولي خاتر وكيولي شرب ذاك الحليب كله اللي يضفتو لي يعني كيفما كتلكم ميتين وخمسين جرام كتاخد معايا اه اطرو ديال الحليب زائد جوج مع القكبار ديال الحليب مجففة ثم كشفتو الكمية كتبقى غادية وكتنقص حتى كيختار مزيان بهالطريقة كتعرفو انا نفلق ديالكم رهواجد ومزعمة اه لايق انكم تقدمو اه بالنسبة الهنايا هنتم ما شفتو معايا الطريقة دياله سهلة وبسيطة اه طريقة ديال تقديم انا كنقدموه في تبصيل على هاد الشكل كي الناس اللي كيديروه في زليفات المهم انا كنقدموه في تبصيل على هاد الشكل غاني نضيف ليه الزبدة والعسل بالنسبة للزبدة والعسل يمكن لكم انكم تدوبوهم مع بعضياتهم وكتضيفوهم ليه من الفوق كيني الناس اللي ما كيفضلوش انه ياخدو الحاجة الحلوة مع الحاجة الملحة لانه هو كيفما شفتوه هو مالح والعسل الحلو كي الناس اللي ما كيف يفضلو ما يبغيوش العسل لانه ما كيستو ما كيبغيوش هاداك الطعم ديال العسل الحلو مع المالح ماشي مشكل بالنسبة انا طريقتي هو كيكون باقي سخون كنضيف له زبدة غي هاكا مرصوية صغار وكنضيف العسل من الفوق لانه ديك الزبدة هو بحيط باقي سخون كيتدوب يعني ما كنحتاش انا يندوبوه مع بعضياتهم بطريقة تبجوج لايقين يعني طريقة تقديم كتبقى لكم حرية ديال التقديم كي الناس اللي كيفضلو انهم يخدو وغيها كيك بلا اسل بلا زبدة كيجي حتى هو الديد وحط طعم فيه رائع كنتمنى انكم تجربوه وان الوصفة تنجح معكم وان الى تبعتوها بطريقة اللي كنت لكم كنوا على يقين انا غدتنجح معكم مئة في المئة هو صراحة صعيف في تحضير دياله يعني كين الناس بزاف ما كيعافوش يحضروه ولكن صراحة كيكون لديد ومفيد للصحة الصراحة اه كنتمنى ان الوصفة تنجح معكم وما بقى لي الى نقول لكم سلام عليكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة